موسيقى 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 اظن ان المباراة دي البراغواي فهي تجي بعد مباراة تشيلي تقريبا في حد وقت واجيز وهذا في حداته ايجابي لاننا شفنا الفارق الوطني المغربي موسيقى المباراة دي الاسلام فهي تكون بتواريخ متقريبة وشفنا كيف كان الايقاع مرتفع امام المتخب الشيلي وشفنا كيف كان الايقاع الشيء انما ليس بحل في الايقاع الشيلي فامام البراغواي يمكن الشوت الاول يعني الايقاع مكان شو هذا كيف ما شفنا هذه المباراة الشيلي لكن كانت دائما اننا نستخلص بعض الدروس والعبارة من هذه المباراة على الاعتبار ان وليد الريقراجي بان لانه عنده فكرة تقريبا حتى التسعين في المياه على المنتخب خصوصا تشكيلة اللي كيف يفكر فيها ولمن الممكن اننا اننا نشوفها في منذ القاطع ان شاء الله في اول لقاء امام كرواتيا هو من السابق اننا نقيم الاداء ديال الفرق الوطني من خلال جوج المباراة خصوصا ان الوليد الريقراجي ما شرفش على المنتخب وقت كبير اللي لزموه لاننا نقوله اللي وليد الريقراجي بانت اللمسا دياله لكن بالمقابل اللي واضح للعيان وانه مستوى اللاعبين تيقى ديالهم تجانسون سيجام بانت امبي بين اشياء وضوحها على ان منتخب واحد ماشي هو منتخب وليد رغم وجود تقريبا تسعين في المياه من اللاعبين اللي كانوا يدربوا تحت امرة واحد هالي الوزيش وبالتالي هذا هو اول مثلا غنقوله تغيير في المنتخب ديال الريقراجي لكن من السابق الاوانو اننا يعني نسبقوا الاحكام لكن في المجمل كان ضمن لاننا لعبنا كورة جميلة خلتنا اننا نكونوا مطمئنين شيئا ما على بقيات الاستعدادات اللي غدتكون ان شاء الله للموديا القطار الفين اثنين عشر انا ماشي في الموضيع باش نقول واش حمد الله يستحق او ما كيستحقش كان ضمن ان وليد هو الميو بلاسي باش يشوف واش حمد الله يجي المنتخب لله لان انا ما كنعرفش انا ما كنعرفش في العالم اي مدرب اذا عندو شي لاعب انه غد يجيب لي اضافة وغيربحوا المباراة ما غدش ينادي عليه بتاليف وليد الريقراجي كان واضح في خلال يعني الاعلان عن اللائحة فاللاعب كان توقف من المدربين القلائي اللي تواصله مع الحمد الله على اساس انه بقى تشتغل ان شاء الله ارى اي لاعب غد يكون في المنتخب الوطني وعدوا بعد المسألة هذه تبقى طريقة كيف اجري اشتغل بها وخصوصا طريقة كيف اجري اتعامل بها الحمد الله خصوصا اننا شفناها بعض الخرجات الاعلامية اكيد هو حر في ما يقوله وفي ما يفكر فيه لكن كان ضمن لانه خصوصا سهل المأمور على وليد في افق انه اينادي على حمد الله لانه بغين الوكرة حمد الله كيبقى لعب كبير للمزيد من المعلومات متنسوش تابنوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي